ازايكم يا شباب عامليني اتمنى تكونوا بخير انا ماريو جميل وانت بتشوف الفيديو ده على قناة دكتور المنح الفيديو بتاع النهاردة هيكون مختلف شوية والفيديو ده هيكون مفيد لكم وبالاخص للناس اللي بتقدم على منحة بيرلين في المانيا الفيديو بتاعنا هيكون بيتكون من تلات اجزاء الجزء الاول هنتكلم فيه عن ازاي انت ده هتقدر تقدم لمنحة خلي بالك انا شرحت طريقة التهديم كاملة قبل كده في فيديو سابق هتلاقيني سايب لك اللينك الخاص بالفيديو ده موجود في سندوق الوصف اسفل الفيديو ولكن في الفيديو بتاع النهاردة هتكلم معك بعد ما حضرتك جهزت المساندات بتاعتك هتبعتها ازاي لمنحة ده اول جزء هتكلم فيه معك تاني حاجة هتكلم فيها معك وهي نتائج منحة البنك الاسلامي للتنمية بعتولي بخصوص النتائج الايميل ده انا هورهولك خلال الفيديو بتاعنا والجزء التالت اللي هنتكلم عنه هو مفاجأة المفاجأة دي هتكون لها علاقة بمنحة اس بي دابليو وهقولك اي سبب المفاجأة دي واحنا بنشرح المفاجأة طيب بالنسبة لأول جزء بالنسبة لمنحة اس بي دابليو تعالا نروح على اللابتوب بتاعنا ونشوف احنا المقروض ازاي هنبعث المسندات بتاعتنا للمنحة علشان خاطر نقدم عليها دكتور المنح ماريو جميل لا تنسوا دعمنا بلايك وشير واشتراك بالقناة لمتابعة كل ما هو جديد طيب مبدئيا كده بعد محضرتك جهست المسندات بتاعتك وملئت كل حاجة تخص المنحة بالنسبة للابليكيشن جهزت الموتيفيشن اللي تر بتاعك اللي هو الخطاب التحفيزي مسلا لو عايز تجهز خطاب التوصية جهز تخطاب التوصية لو عايز مسلا ترفك الحاجات التانية زي مسلا الشهادات الدعامة اللي تكلمنا عنها لو انت عندك مسلا اي شهادات دعامة باللغة الانجليزية عاستضفة بتقدر تضفها يعني جهزت كل المسندات الخاصة بالمنحة المفروض هتعمل ايه بعد كده حضرتك بتروح على البريد الالكتروني الخاص بيكس وان كان جيميل ايا كان يعني انا مسلا عندي جيميل. تمام؟ طيب هتيجي تفتح البريد الإلكتروني الخاص بيك. وبتيجي هنا عند انشاء او اللي هي لو انت عندك النسخة بالانجليز. وبتضغط على او انشاء بتفتح معك الصفحة دي. طيب بعد كده هتعمل ايه? بتيجي هنا حضرتك بتكتب الايميل او البريد الالكتروني الخاص بالمنحة. والبريد الالكتروني ده انا كنت تسعبو لك الويبسايت الخاص بقناgio الدكتوري المنح وكمان موجود على مواقع الرسمية خاص بالمنحة. تمام? ده اول حاجة. بعد كده بتيجي هنا في الطوبك اللي هو الموضوع بتاعك انت بتكتب برلين طيب بعد كده حضرتك هتعمل ايه? بتيجي بتكتب اللي هو نص الرسالة اللي انت المفروض تكتبه علشان خاطر توجه له المنحة ما انت مش معقول هتيجي تقدم تبعت لهم المستندات كده وخلاص لازم تكتب لهم رسالة ولازم تكون رسالة او رسالة تكون بشكل اكاديمي. تمام? اول حاجة هنا انت ممكن تكتب اللي هو انت بترسل تحياتك لهم على سبيل المثال. طيب ليه قلنا ما قلناش مسلا دير او دير مادام. انت ممكن يكون اللي بيراجع بتاعك واحدة. فمسلا انت تكتب دير سر. فالسر دي بتتكاتب للراجل على سبيل المثال. فمش هتكون يعني لطيفة. وممكن انت تكون بتبعت والمستندات بتاعتك لشخص هو اللي بيراجعهم. وتيجي انت تكتب هنا مسلا مادام. فمش هيكون برضو شكل بتاعك لطيف. لكن اللي هو انت بترسل تحياتك. فمش هتفرق مين اللي بيراجع لابليكيشن. بعد كده بتيجي بتكتب عن نفسك. بتكتب اسمك انت من فيل? انت كنت بتدرس ايه? انت مقدم على اي تخصص في منحة اس بي دابليو. وليه انت مهتم بالمنحة. ده كله ما يزيدش عن اربع اسطر. بعد ما خلصت نصر الرسالة زي ما انت شايف المسال اللي انا كتبه لك هنا تكتب له هنا بكل بساطة انت عايز تكتب ايه? بعد كده هنا انت بتيجي بتكتب اسمك تمام? طيب الخطوة اللي بعد كده ايه? الخطوة اللي بعد كده حضرتك هترفق المستندات بتاعتك. هترفق المستندات في صيغة ولا زي ما تحب انت ممكن ترفقه ولكن يفضل سواء انت بترسل منحة اي منحة اخرى انت بترفق الملفات بتاعك. الافضل تكون نسخة لان النسخة بترسل بتاعك بتكون النسخة بتاعتك مرسلة بالشكل والترتيب الصحيح اللي انت مرتبه في او في بتاعك. تمام? بترفق المستندات بتاعتك ازاي? بترفق كل ملف الواحدة. يعني مسلا بتاعك بترفقه الواحدة. الخطوة بالتحفيز بتاعك بترفقه الواحدة. جواز السفر مسلا بترفقه الواحدة. بيانة دراجات بترفقه الواحدة. في بعض الناس اللي كان كاتبالي في الكومنتات. هل انا لما ارفق الملفات بتاعت ارفقها كلها مع بعض في ملف واحد ولا ارفق كل ملف الواحد وفقديني بجاوب عليكم بقولك هترفق كل ملف لوحده. تمام? يبقى هنا احنا عارفنا ازاي احنا ممكن نبعت الايميل بتاعنا بشكل اكاديمي بشكل احترافي لمنحة والطريقة دي انت مش بس تستخدمها مع منحة ولكن استخدمها مع اي منحة بتطلب منك ان انت تقدم معاهم عن طريق البريد الالكتروني. تمام? ده بالنسبة لمنحة وبعد كده حضرتك بتيجي بكل بساطة بتضغط على ارسال وبكده انت تكون ارسلت والمساندات بتاعتك لمنحة وطبعا عشان تعرف ازاي تعمل بطريقة صحيحة والمساندات المطلوبة كلها ممكن ترجع للفيديو السابق الخاص بالشرح ويتلاقيني سايب لك اللينك بتاعه موجود في صندوق الوصف اسفل الفيديو ده. تمام? طيب بعد ما عملت الرسال اللي هيحصل بتبدأ ترد عليك المنحة في خلال يوم او اتنين وبتقول لك ان احنا استلمنا منك وان احنا بالراجع بتاعك وبعد كده من المفترض من المفترض ان النتيجة تطلع في خلال شهر او اتنين من تقديمك للمنحة. ده بالنسبة لمنحة طيب بالنسبة لنتائج منحة البنك الاسلامي للتنمية. بالنسبة لنتائج المنحة انا كنت مسجل في المنحة. طبعا قبل ما بشرح لك اي منحة بادخل وبسجل عشان خاطر اشوف كل الحاجات المطلوبة في اي منحة قبل ما اشرحها لك. وكون متأكد من منحة اللي انا بشرحها. بناء على دخولي البنك الاسلامي للتنمية. ثم بعتولي ايميل بيقول لك هنا. هنا بيقول لك ده اعلان عن نتائج منحة البنك الاسلامي للتنمية الفائزين لعام عشرين وعشرين وعشرين وعشرين. هو انا بيقول لف نص الرسالة بسبب عدد الكتير اللي استلمناها السنة دي. اللي استلمناها السنة دي. بالاضافة الى تأسير اللي هو كورونا. بيقول لك ان النتيجة هتطلع في شهر يوليو لعام عشرين وعشرين. يعني بالنسبة للناس اللي بتسعل عن نتائج البنك الاسلامي للتنمية النتائج بتاعة المنحة هتطلع في شهر يوليو عشرين وعشرين وعادة الايميل مبعوط من عندهم. وطبعا اي حد اقدم في المنحة اكيد البريد الالكترون ده اتبعت له. مفيش اي قلق خالص. هم بيطمنوا كل الناس اللي بتقدم عن طريق ايميل محترم لان هي منحة محترمة. يبقى انت لازم تستنى نتيجة بتاعتك. لو انت مهتم وبتسعل عن الفيزا بتسعل عن الاجراءات هنعمل ايه? دي حاجات تخص المنح والحاجات دي كلها. فمن خبرتي في قبولي في المنح. فالحاجات دي مش بتاخد اي وقت خالص وخصوصا لو انت كنت تسافر على اساس دراسة فالموضوع مش بياخد اي وقت خالص. طيب بالنسبة للجزء التالت في الفيديو بتاعنا زي ما قلت لك ان هي هتكون مفاجأة متعلقة بمنحة انا كنت قبل كده لما شرحت منحة قلت ان احنا هنعمل مسابقة للتقديم على منحة مجانا. المسابقة دي طبعا احنا بنختار اشخاص علشان خاطر نقدم لهم على المنح مجانا. عملنا المسابقات دي اكتر من امرة قبل كده. وكمان احنا وعدناكم ان احنا هنعمل مسابقات فيما بعد كتير. طيب المسابقة دي هتنزل شروط المسابقة على صفحة قناة دكتور المنح على الفيسبوك. اللينك الخاص بالصفحة هتلاقيه موجود اول لينك فيه سندوه الوصف اسفل الفيديو ده. يعني النهاردة التاريخ تمانية يونيو يبقى الاعلان اللي يخص المسابقة بتاعتنا هينزل تسعة يونيو. علشان لو انت بتشوف الفيديو في تاريخ مختلف. طيب عارف المسابقة هتنزل الشروط بتاعتها امتى? طيب ايه هي مناسبة المسابقة? المسابقة بتاعت المرة دي مختلف عن المسابقات السابقة. لان المسابقة دي انا عملها مخصوص بمناسبة حصولي على درجة الماجستير النهاردة. فانا حبيت اعمل المسابقة دي لان انا يعني فعلا مبسوط فحبيت ان انا ابسط الناس معايا. تمام? اتمنى لكم التوفيق واستنوا المزيد من الفيديوهات القادمة سواء عن المنح او شرح للمنح. ما تنساش تدعمنا بلايك تعمل سبسكرا واشتراك في قناة وتفعل الجرس علشان تتابع معنا كل ما يخص للمنح وكل ما هو جديد. وشكرا.